متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تطورات خطيرة ضد حركة النهضة قضية في الجنائية الدورية ضد النهضة والغنوشي وسخط كبير في الشارع التونسي في المجتمع التونسي على خلفية ممارسات حركة النهضة في الأيام الأخيرة وحالة احتقان شديدة لدى التونسيين مع تحميل حركة النهضة مسئولية عشر سنوات كملة من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيرها من الأمور ولكن فضلا وليس أمرا كان أنت أو المرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشترك في القناة تدفع للجرس باشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم ونسي الكل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو شفنا برشة فيديوهات على السوشال ميديا شفنا برشة تدوينيات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حركة النهضة تتهم حركة النهضة والغنوشي بالانتقام التوحش معناها عيب اللي قاعد صاير في عماد ترابلسي اللي موجود في السجن واللي بوه توفى البارح ولكن رغم اللي فم قرار قضائي بأنه نجم يمشي بش يحضر جنازة بوه ويقبل التعازي ولكن للأسف الشديد إدارة السجون رفضت تنفيذ هذا القرار القضائي بيتي علت أنه فم يعني أسباب لوجستية يعني مينج مش يوفره أعوان وسيارة بش تنجم تحرس عماد ترابلسي بش يمشي يحضر في جنازة بوه للأسف الشديد هذه الحادثة لقت استنكار كبير برشا لأنه لازم تكون فم رحمة في قلوب الناس وهذا بوه توفى البرع والطريقة اللي توفى بها في منزل صغير في جهة الكرام حتى الوين فقدوه جيرينه اللي هو ما فاماش ميخرش وخلعوا البيب بيش معني عارفوا اللي هو توفى ولقاوه جثة هيمدة ليزي طريقة اللي توفى بها ليزي أنه ولده في السجن وهو اليوم مينج مش يمشي يحضر جنازة بوه رغم اللي فم قرار قضائي هذا الموضوع الندد به بشدة من بين الشخصيات العامة اللي استنكرت هذا التصرف عماد بن حليمة اللي كان في فيديو كان غاضب برشا ووجه الاتهامات لحركة النهضة قال اللي لبلاد اليوم يحكمها نظام الانتقام والتوحش وعيب أنه عماد ترابلسي ما يحضرش دفينة بوه ربي رحمه ونعمه قال هذي رسالة خايبة برشا للعالم الكل قال ما زالوا فما ترابلسية أخرين في خارج تونس شنوه الرسالة اللي تحب توصلها حركة النهضة للعالم الكل على أنه يعني هي راو ما فمش محاكمة عادلة وراو ما فمش حقوق الإنسان وراو ما فمش الرحمة وراو ما كان التشفي وفما كان الانتقام توفى بوه في السجن ما نجمش يحضر جنيس بوه رغم اللي فم قرار قضائي اعتبر أنه الناس اللي تراجعت على تنفيذ هذا القرار إذا كان يخافوا يشدوا ديارهم مش باللزمة يقعدوا يحكموا فينا والحكاية ما فيها حتى شيء بالعكس لو كان مشي واحضر في جنيس بوه كانت رسالة إيجابية تتعطى على تونس أنه العائلة اللي كانت تحكم اليوم تتلقى يعني الجزاء متاحة اللي أذنب موجود في السجن ولكن فما أمور إنسانية إذا توفى بوه أو حد عزيز عليهم العائلة بوه ولا أمه ينجم يحضر الجنازة هذه وقال اللي الرسالة اللي بش تمشي سلبية سواء للناس اللي هما من عائلة ترابلسية وإلا للدول اللي موجودين فيهم اللي لاجئين فيهم عائلة ترابلسية اليوم رغمه فمش محاكمة عادلة هذا اللي حابت توصله حركة نهضة وقال اللي أكبر دليل أنه فرانسا ما نجمتش معناها تسلم أو ما حابتش تسلم وفما قال القضاء ما حابتش تسلم بالحسن ترابلسي مثلاً لتونس لأنه ما فمش محاكمة عادلة وما فمش ضمين لمحاكمة عادلة في البلاد التونسية فما سخر الماطري فما ليلة ترابلسي فما بارشة أسماء من عائلة ترابلسية وهذا استنكروه بارشة العبيد خاصة أن القو الأعلمية والناشطة السياسية شهر زيد داعكيشا اللي كتبت تدوينها راجت بشكل كبير على موقع فيسبوك وقالت راجد الغنوشي سيأتيك يومك وتموت وأولادك من الجموش يحضر في جنيستك سيأتيك يوم تقعد فيها رهينة في تركينة حتى لين تتعفن كما أعملت في النصر الترابلسي الله يرحم لي هو أبو عمادة ترابلسي حتى نسيبك ينكر فيك في بنتك ويهز الملمة ولفما ويقطع قيادات النهضة ستتعفنون فرادة وتموت وحدكم وتتشتت عائلتكم وتتذلل كما ذليت غيركم جزاء ما صنعت أيديكم نهار ليك ونهار عليك وليس ذلك اليوم ببعيد وهذه لقى التفاعل الكبير برشة والحقيقة رجد الغنوشي تحمل المسئولية الأولى بصفته هو زعيم حركة النهضة في تونس ولو كان يهزوا يديهم على المؤسسة السجنية مثلاً ولوزارة العدل اللي تسير فيها مدام حسنة بن سليمان بن نيابة اللي هي تابعة لفيلة قهيشام المشيشي الدفاعلي وللحزام السياسي انتاعه ثم قرر قضائي بيش يخرج مفاميش أمور لوجستية موش صعيبة على مؤسسة على الدولة ووزارة العدل والسجون لهم يوفروا سيارة وعدد من الأعوان بيش يمشيوا مع عمادة رابلسي بيش يحضر جنيس بوه يتقبل التعازي هذه الحادثة لقت سخط كبير كما قلت هذا يجي إلى جنب أنه الغنوشي قاعد يواجه عديد الاتهامات حتى من الأطراف السياسية في البلاد من قبل الطبوبي الطبوبي اللي قال الغنوشي هو اللي حاول تغطي على عجز وفشل حكومته المتعاقبة وحمل مسؤولية لصير الكل في تونس نلقاه أيضا ثمر بديدة ثمر بديدة اللي يحكي على أنه فما قضايا دولية ضد حركة النهضة وراشد الغنوشي قضايا خطيرة للغاية قضايا في محكمة الجنايات الدولية ضد راشد الغنوشي وحركة النهضة تهم جرائم حرب جرائم إنسانية حسب ما أكدوا وانشر الوثيقة الرسمية من محكمة الجنايات الدولية في لهاي وقال الحمد لله وافقت محكمة الجنايات الدولية بلهاي صباح اليوم موضوع الاختصاص في الجرائم الإنسانية لملف الجرائم الإنسانية والإرهاب الدولي لحركة النهضة التونسية كثو عرضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التقرير الختم الخامس وثلاثين حول حركة النهضة التونسية في إحاطة أمام مجلس الأمن والتذكير للدولة التونسية بصفة عضو قار وطرف في هذا النزاع وإحالة إلى رئيس المحكمة كريم ما خان بعد موفقة اللجنة القضائية المنعاقدة صباحا هذا اليوم بدأت القضايا تتحرك في الجنائية الدولية محكمة الجنائية الدولية في لهاي ضد حركة النهضة وراشد الغنوشي حول ملف الجرأم الإنسانية الجرأم الإرهابية أيضا لحركة النهضة التونسية وعديد التطورات التي تكون تبعا حاضرة في الساعات القليلة القادمة مع محاصرة حركة النهضة في عدة دول كما في قطر في تركيا وهذا يضيق الخينيق أكثر على حركة النهضة وعلى الأخوان المسلمين بصفة عامة وبالإضافة إلى الأزمة السياسية الخانقة إلى الأزمة الاقتصادية الأزمة الاجتماعية الوضع الوبئي الخطير في تونس تدهور حالة البلاد منذ عشر سنوات لحكمة فيهم حركة النهضة إلى جنب القضايا الحقوقية قضايا حقوق الإنسان القضايا الإنسانية العملية الإرهابية تهم تصفير الشباب إلى بؤر التوتر وغيرها من الجرائم الأخرى لليوم هناك أطراف بدأت تحرك في قضايا دولية ضد حركة النهضة لإدانتها دوليا وحشرها في الزاوية كذلك هذا بشنا القاوة إضافة إلى حديثة عماد ترابلسي وكيف يتم معاملة العائلة الحاكمة وأفرد من العائلة الحاكمة في ظل حكم حركة النهضة اللي يلقاه كان التشفي والانتقام صورة قاتمة على تونس صورة خائبة كنا نأمل إنه عماد ترابلسي إذا كان أجرم والقضايا حكم بالسجن أو أي حكم آخر يتنفذ عليه كيف وكيف أي عبد وقت نقول وعادلة وقضايا ولكن هذه أمور إنسانية هو طلب بش يحضر إلى جنازة بوه والقضاء مكنوا من ذلك ولكن أذروا حركة النهضة في وزارة العدل لم تستجب لهذا القرار للقاء استنكار واسع في تونس ترجمة نانسي قنقر